اللغم أو القاتل الوفي كما يقال عنه فهو يقتل ولو بعد حين هكذا يبدو المشهد للموت الذي يتلقف اليمنيين في الصحاري والوديان والطرق وعلى جنبات الجبال نشر الألغام الفردية تحديدا يتم بطريقة عشوائية لغرض القتل دون وجود أي استراتيجية عسكرية أو خرائط لنزعها لتبقى الشريحة المستهدفة من الألغام هم المواطنون المدنيون ألغام يزيد عددها أحيانا على عدد السكان أنفسهم جريمة زراعة الألغام هي الجريمة الأولى من جرائم الحرب الموثقة جيدا والمجرم فيها هي ميليشي الحوثي فلم يسجل على الجيش أو المقاومة زراعة أي لغم تقدر بعض الجهات عدد الألغام بأكثر من 400 ألف لغم في هذه الحرب التي أكدت خرقا كبيرا في اتفاقية الألغام لتبقى إدانة ثابتة لصالح ونظامه العسكري بالإخلال بالتزاماته الدولية تجاه معاهدة حظر الألغام لعام 1997 التي انضمت إليها اليمن بعد عام واحد سلم المخلوع مخزونه من الألغام لميليشي الحوثي ضمن ما سلمه من عتاد وجيش أمام هذه المخاطر لا توجد لجان مؤهلة بشكل جيد ولا أدوات كاملة يقول المراكبون أن الألغام هي أكبر دليل على نقل خبرات القتل من إيران لميليشي الحوثي فإيران لطالما هددت بتلغيم مضيق هرمز إلا أنها نفذت ذلك في البحر الأحمر وهو أمر دفع بالتحالف وفق ضوء أخضر من المجتمع الدولي لتحريد وتأمين الساحل الغربي نتيجة مخاوفهم من نشر الإلغام في ممر مائي مهم يمثل رقما مهما في حركة النفط والتجارة الدولية يظل اللغم هو التعبير الأكثر دقة وتكثيفا على ميليشي الحوثي نفسها التي لغمت الحياة السياسية لليمنيين وأدخلتهم أتون هذا الصراع المر اشتركوا في القناة